بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان علمه البيان وحذره من آفات اللسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتحفظوا من حصائد ألسنتكم واعلموا أن كلامكم محصًا عليكم ومكتوب في دواوينكم قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالملائكة تكتب ما يصدر منكم من أعمال وأقوال ولا ينسون شيئًا ولا يهملون شيئًا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً واعلموا أن خطر الكلام عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات وقال رجلٌ ممن كان قبلنا لأخيه لما رآه على المعصية بعد أن نهاه عنها قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته الله سبحانه وتعالى أمر بطيب الكلام قال سبحانه وقول للناس حسنا وقال سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً فالكلام لا يذهب سدى بل هو يحصى ويكتب ويعرض عليكم يوم القيامة وتحاسبون عنه لا سيما الكلام في أعراض الناس فإنه من ظلم الناس وإن المغلوم يقتص له من حسنات الظالم فمن تكلم في أخيه بشيء يكرهه في هذه الدنيا فعليه أن يستحله ويطلب مسامحته فإذا لم يمكن ذلك فليدعُ له وليُثنِ عليه في المجالس التي كان يتكلمُ فيه فيها فإن ذلك كفَّارة لكلامه السيء الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرًا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم السُّخرية بالناس السُّخرية بالناس والاستهجى بالناس ولمز الناس بالقول أو الفعل كبائر من كبائر الذنوب قال تعالى وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ قال سبحانه الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه أضمن له الجنة فخطر اللسان عظيم واللسان سلاح ذو حدَّين قد يقتل صاحبه يقول الشاعر يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرته بالقول تُذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي ويقول الآخر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثُعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل ثورًا يخرج من صدع يخرج من صدعٍ ثم يريد أن يعود فيه فلا يستطيع فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة السيئة ثم يريد أن يتراجع عنها فلا يستطيع فالإنسان ما دام ساكتًا فإنه يسيطر على لسانه أما إذا تكلم فإن لسانه يسيطر عليه فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم قال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فالله سبحانه وتعالى أمركم بحفظ ألسنتكم وبين لكم مخاطر الكلام ومخاطر اللسان من أجل أن تتوقعوا في الكلام ومن أعظم مخاطر اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني كذبت عليه بالبهتان فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الوقوع في أعراض الناس ومن آفات اللسان النميمة وهي الوشاية بين الناس بنقل الحديث فيما بينهم من أجل إفساد بعضهم على بعض قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينَ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمّام قال العلماء يُفْسِد النمّام في ساعة ما يُفْسِده الساحر في سنة فالنميمة أشد تاثيراً من السحر وقد تُحْدِث الحروب بين الناس وقد تُحْدِث البغضى والشحنى بين الناس وقد تُفَرِّق بين الأبي وابنه والأخي وأخيه والقريب وقريبه فالنميمة خطرها عظيم وشرُّها جسيم في حين أن بعض الناس ليس لهم همُّ إلا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض المسلمين لا سيما إذا كانت الغيبة لأهل العلم وولاة الأمور فإن خطرها أشد فإن رجالاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في العُلماء قالوا ما رأينا مثل قرائن هؤلاء أرغب بطوناً وأجبنى وأكذب ألسناً وأجبنى عند اللقاء فأنزل الله تعالى فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فعلى المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى ومن آفات اللسان شهادة الزور وقول الزور قال صلى الله عليه وسلم لا تزال قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار وذكر الكبائر وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت إشفاقاً عليه صلى الله عليه وسلم مما أصابه من شدة التأثر مما يدل على خطر قول الزور وشهادة الزور والزور هو الكذب الزور هو الكذب من التزوير وهو تحسين الشيء تحسين ظاهر الشيء وباطنه خراب فهذا هو الزور والله جل وعلا يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وكذلك من آفات اللسان الأيمان الفاجرة اليمين الفاجرة التي يحلفها الإنسان ليروج السلعة بالبيع والشراء قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم طزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه وأما اليمين الفاجرة في الخصومات فقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطيع بها ما لمرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك كل هذه أخطار وآفات لهذا اللسان الذي بين فكيك هذا اللسان الذي في فمك إذا لم تحفظه وتتحفظ عليه فإنه يهلكك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فتحفظوا رحمكم الله من ألسنتكم لا سيما في أيام الفتن وأيام الأحداث احفظوا ألسنتكم من الكلام في أعراض الناس إلا ما كان من نصيحة توصلها إلى من يحتاجها أو كان من دعاء تدعو به تدعو به لإخوانك المسلمين وتدعو به لولاة الأمور في أن يهديهم الله ويحفظ بهم دينه وأما الكلام في المجالس في هذه الأحداث فإن الواجب كفه اللسان عنها ولا سيما ولا سيما ترويج الشائعات التي تؤثر على اجتماع المسلمين قال الله تعالى قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال سبحانه وتعالى في قوم تلقَّوا الإفك الذي تكلم به المنافقون فجعلوا يروجونه ويتكلمون به قال الله تعالى إذ تلقَّونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسَبُونَهُ هَيِّنًا وهو عند الله عظيم ومن آفات اللسان السب والشتم واللعن فإن الذي يسبُّ الناس ويلعن الناس ويشتمهم يرجع وبال كلامه عليه وإذا قال لأخيه يا كافر يا فاجر إذا قال لأخيه يا كافر يا خبيث يا فاجر ولم يكن من قيل فيه كذلك فإن هذه الألفاظ يرجع شرُّها على قائلها وإثمها على قائلها فالكلام لا يلهبُ سُدًا بل هو وبالٌ على صاحبه يتكلمُ به ويظن أنه راح مع الهوى وطار مع الريح ولكنه مدوَّن في سجل أعماله يجدُه يوم القيامة في حين لا يستطيعُ الخلاصَ منه فاتقوا الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذابًا مُهينًا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مُبينًا بارَت الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وقولوا قولًا سديدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا فالكلام الطيِّب له آثارٌ حميدة وثمراتٌ عظيمة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وقولوا للناس حسنًا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشط ثمرة فمن لم يجد فبكلمةٍ طيبة فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن اللسان إذا استعملته في طاعة الله وفي الكلام الطيِّب أثمر لك خيرًا كثيرًا استعملته استعملته بذكر الله عز وجل فإن ذكر الله عز وجل يكون لك غرصًا في الجنة قال صلى الله عليه وسلم الجنة قيعان وغراسُها سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله سبحان الله العظيم فاستعملوا ألسنتكم بذكر الله قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانُك رطبًا من ذكر الله عوّد لسانك ذكر الله بدل أن تُعوّده الكلام السيِّئ من الغيبة والنميمة وغير ذلك عوّده على القول الحسن عوّده على ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتعوّد عظّم الكلام فلا تتكلم إلا بما فيه فائدة كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت رجلٌ تكلم بخيرٍ فغنم أو رجلٌ تكلم بكلامٍ سيِّئٍ فأثم فاتقوا الله وحافظوا على ألسنتكم وأكثروا من الاستغفار أكثروا من ذكر الله عز وجل أكثروا من تلاوة القرآن أكثروا من الدعاء لكم وللمسلمين بدل أن تستعملوا ألسنتكم في أعراض الناس وفي الكلام السيِّئ من آفات اللسان من آفات اللسان قلف المحصنات الغافلات المؤمنات أو قلف المؤمنين قلفهم بالزنا أو باللواط قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدًا ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفورٌ رحيم وقال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذابٌ عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل بدعةٍ ظلالة وعليكم بالجماعة فإن يدى الله على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَّ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وأذلَّ الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ونصُر عبادك الموحِّدين واجعل هذا البلد آمِنًا واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمَئِنًا رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم ولِّ علينا خيارنا وكفنا شرَّ شرارنا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم قِنَى شرَّ الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرِن الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعه وأرِن الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلِّح أئمَّتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم هداتًا مُهتدين غير ضالِّين ولا مُظلِّين اللهم أصلِّح بطانتهم اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله بنفسه واردُد كيده في نحره واكفنا شرَّه إنك على كل شيء قدير اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان وأصلِّح ولاة أمورهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنِّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ترجمة نانسي قنقر